بسم الله الرحمن الرحيم معانا بإذن الله يا أولاد حل محافظة الجيزة في علوم الصف الأول الإعدادي ويلا مع بعض أول سؤال بيقول لي أكمل ما يالي مين اللي نقول علي مادة صلبة وبتبقى ليينة في درجة الحرارة العادية طارب طبيعته أقول له المطاط لين في درجة الحرارة العادية أمال مين اللي تبقى مادة صلبة ولا تلين بالحرارة أقول له الفحم لا يالين بالحرارة نمرة اتنين حذر فذر مين العنصر الإيه السائل عنصر سائل آه بس جزيئاته بتتركب من زرة واحدة أقول له الزئبق طب مين العنصر اللي بيكيون جزائه ومن زرطين أقول له البروم واحد في لز والتاني لا في لز طيب السقور لها منقير ايه فاكر شكل المنقار عمل ازاي فريق عمل كده ها يبقى نقول عليه ايه معقوفة ليه لتستطيع التقاط الحشرات أما البط الغلبان المنقير بتاعته مالها عريضة ولكن مسننة من الجانبين دايما السؤال ده ييجي في الاختبارات والنمازج الامتحانية سؤالي لبعده نمرة اربعة تصنع أسلاك الكهرباء من مين؟ من النحاس تمام أم المين السبيكة اللي بنعمل بها ملفات التسخين واللي بتبقى موجودة في المقوى وفي المدفاقة القهربية أقول له عارفه السبيكة الحمرة اللي بتقعد تتوهج اسمها سبيكة مين يا جماعة؟ اسمها سبيكة النيكل القروم واللي مصنوعة من معدني النيكل والقروم نمرة خمسة العمود الكهرابي البسيط اللي هو بطارية السيارة بيحول نحصل على الطاقة ايه؟ من الطاقة ايه؟ خدت بالك وجماعة السؤال مقلوب نحصل على الطاقة يا ابني الايه؟ هو اللي بيدي لك ايه؟ البطارية بتدي لك طاقة ايه؟ كهربية منطقة ايه؟ منطقة كيميائية عارف لو محدش مركز في السؤال هيقول لك انا عارفها العمود البسيط بيحول من كيميائية الكهربية كلامه صح العمود البسيط جوة تفاعلات يبقى من كيميائية يطلع كهربية أمال انت ليه مسترعكستها لانه بص ابن الايه؟ بيقول لك ايه؟ نحصل على الطاقة يعني دي النتيجة وده الاستخدام سؤال لئيم نمرة ستة علشان نعين كسافة اي مادة محتاجين نعرف مين؟ حكتين مين ومين؟ كتلة المادة؟ تمام والتانية حجم المادة الكتلة والحجم ايه جولد يقولش معنى؟ اقول له لان قانون الكسافة الكتلة على الحجم سؤال اللي بعده علل لا مش علل جايب لعنصر اس اللي هو الكابريت ده طبعا معروف اللي تحت العدد مين؟ الزري واللي فوق العدد مين؟ الكتلي وبقول لي وضح بالرسم التوزيع الالكتروني يبقى انا عايزة وزع هنعمل مين؟ ادي نواة زرة العنصر تمام؟ عددها الزري كام؟ عددها الزري كام؟ ستاشر يبقى نكتب هنا في العدد الزري كام؟ ستاشر هي بالموجب عدد البروتونات دي النواة طيب الستاشر دول نوزعهم ازاي؟ ستاشر يبقى اتنين وبعدين تمانية وبعدين دول عشرة يتبقى ستة اقول له يبقى خادت تلت مستويات طاقة وانتو سري بنبدأ الترتيب من ك ك اللي ام تمام؟ الاولان كام؟ الاولان اتنين اهو التاني تمانية اهو التالت ستة اهو يبقى اللي عمله مستر حامد ده ايه؟ ده التوزيع الالكتروني موضحا بالرسم طب بيقول لي حدي للعدد الزري اقول له سهلا العدد الزري اللي هو كام؟ الستاشر اللي تحت طب احسب عدد النيوترونات نجيب النيوترونات ازاي؟ مش ده الكتل اه؟ ومش ده الزري اه؟ ازاي نجيب النيوترونات برافو عليك كل اللي بيقول نطرح ياولاد كم ناقص كام؟ اتنين وتلاتين ناقص الستاشر يطلع ستاشر نيوترون سؤال الرابع والاخير هو العنصر ده هل يقدر يدخل في التفاعل الكيميائي ام لا؟ مع التعليل يبقى هنجاوب من الرابع نقول له يدخل ولا ما يدخلش اقول له اللي يحدد مستوى الطاقة الاخير ستة بدم ستة يبقى غير مكتمل اقل من تمن الكترونات يبقى يقدر يدخل ولا لا يقدر يدخل يبقى الاجابة ياولاد يدخل في التفاعلات الكيميائية طب قال لك ما تسكتش لماذا؟ ليه؟ لان مستوى الطاقة الاخير هو اللي بيحدد لان مستوى الطاقة الاخير الخارجي ماله اقل من تمن الكترونات يبقى يقدر يشترك في التفاعلات الكيمياء الكترونات يبقى يقدر يشترك في التفاعلات الكيميائية نيجي للسؤال اللي بعده اكتب المصطلح العلمي الجميل وجايب لك كم نقطة؟ جايب لك ستة نقطة يا فارس يلا يا نور مين اصغر جزء من المدة ويوجد منفردا ويحمل خواص المدة عرفته؟ ايوه عرفته يا مستر مين الجزء؟ ايه الجزء؟ هو اصغر جزء من المدة ويمكن ان يوجد منفردا ويحمل خواص المدة نمبر تو الطاقة المخزنة بالجسم نتيجة بزل شغلة تسمى ايه؟ اقول لكلين عارفينها طالما طاقة مخزنة يبقى طاقة الوضع نمرة ثلاثة قدرة بعض الكائنات على محاكاة ظروف البيئة جالنا المرة اللي فاتت في اختبارات الكتاب المدرسي اول ما يقول محاكاة يعني تقليد التقليد اسمه ايه؟ المماتنة العملية دي مهمة اللهم بلغت اللهم فاشهد اول ما يقول لك محاكاة وتقليد يبقى المماتنة مين درجة الحرارة اللي بتتحول عندها المدة من صلبة الى سائلة يعني ساحة بدم صحة يبقى درجة مين يا جماعة يبقى درجة الانصهار يبقى الجملة دي كده هنا ها هذه القص بتاعها درجة الانصهار لانها بتتحول من مدة صلبة الى مدة سائلة درجة الانصهار جميل نمرة خمسة زرة اكتسبت كم من الطاقة بدم اكتسبت كم من الطاقة يبقى نقول عليها زرة ايه؟ الزرة المثارة الزرة المثارة النشطة نمرة ستة بيقول لي مناطق وهمية وهمية ايه تخيلية تضور فيها الالكترونات عرفتها اقول له ايه طبعا عرفتها مستويات الطاقة مستوى الطاقة يمنا اسمها مناطق وهمية تضور فيها الالكترونات حول النوا سؤالي لبعده اذكر مثالا واحدا لكل من نمرة واحد حيوان من القوارض اعوذ بالله ويقوم بالخمول الصيفي عرفنا ولا ما عرفنا وش عرفنا اليربوع الفقر المصري الصحراوي نباتية تقاصر بالجرسيم مشهورة الجرسيم كوزبارت البئر كوزبارت البئر ده بيتقاصر بالجرسيم نمرة ثلاثة غاز يستخدم في ملء بلونات الاحتفالات اقول له معروفة غاز الهيدروجين وغاز الهيليوم نمرة اربعة من الجهاز اللي بيحول منطقة شمسية الى طاقة حرارية كأنه بيقول لك اديني شمس اطلع لك حرارة مين يا ولد من اسمه السخان الشمس اللي بيسخن المية السؤال اللي بعده مسألة جميلة او يا جماعة بيقول لي جسم كتلته كذا شكرا ادي الكتلة وارتفاع كذا شكرا ادي الارتفاع فيه تمام تمام يبقى معاك الكتلة ومعاك الارتفاع فاذا كانت طاقة الحركة 20 جول دي طاقة مين الحركة طاقة الحركة 20 جول تعرف تجيب لي الطاقة الميكانيكية قوله استنى استنى الطاقة الميكانيكية مجموحة كتين طاقة الحركة وطاقة الوضع ايجا طاقة الحركة قالت ايه محدش يجيب سارتي انا رقمي اه موجودة دوروا على طاقة الوضع اللي محياراكم اه فهمت يبقى انا عشان اجيب الميكانيكية اجمع الحركة والوضع اوكي ايه طاقة الحركة اوكي موجودة يبقى انا هبحث عن مين عن طاقة الوضع يا جماعة يبقى انا مطلوب مني اجيب طاقة الوضع اولا طب قانون طاقة الوضع ايه من يقول القانون بتاعه الوزن في الارتفاع قانون طاقة الوضع الوزن في الارتفاع استنى بس يا مستر حامد الوزن مش موجود أقول له ما أنا هفكه الوزن اللي هو الكتلة في العجلة بتاعت الجاذبية الأرضية وانسيب الارتفاع زي ما هو مستر حامد كان يقول ايه ده قانون مجمد ده قانون فكة الكتلة عشرة العجلة عشرة الارتفاع قال لك بربعة يبقى الإجابة ربعمية وبضم طاقة يبقى التمييز بايه جماعة ده آسف ده طاقة الايه الوضع ماشي يبقى طلعت ربعمية ايه ربعمية جول لإني ده طاقة الوضع تمام تمام يا مستر حامد ده الراجل عايز منك الطاقة الميكانيكية أقول له يبني صبرك علي شوية ما أنا كنت بدور لك على طاقة الوضع عشان أجمعهم قانون الطاقة الميكانيكية قانون هي ايه طاقة الحاركة زائد طاقة الوضع جميل طاقة الحاركة كام ألا فوق خالص بعشرين صح ولا لا وطاقة الوضع لسه طال عمر فرن ربعمية اجمعهم يبقى ربعمية وعشرين والتمييز بالجول لإني ده طاقة سؤال ايه جماعة مهم جدا جدا وجميل سؤال اللي بعده علل ومعنا كم نقطة معنا أربع نقط النقطة الأولى دايما يجي في الامتحان للزرة متعدلة كهربيا أكيد اللي جوان اللي جبناها زي اللي جوان اللي دخلت فينا أكيد الموجب قد السالب فعلا لأن عدد مين يا جماعة عدد البروتونات الموجبة الموجودة فين داخل النوا يساوي عدد الإلكترونات الإلكترونات السالبة اللي بتدور حول النوا هنا داخل النوا هنا حول النوا الموجب قد السالب لجوان اللي جبناها قد اللي دخلت فينا ليست كل تحولات الطاقة تنال تقدير العلماء للعلماء مش مبسوطين بعد التطبيقات التكنولوجية أقوله بسبب الآثار السلبية لها للآثار السلبية لها طب زي مين التلوث والتلوث بأنواعه التلوث الكيميائي والتلوث الضوضائي وكمان الحروب وأسلحة الضمار الشامل كل الأشياء دي من الوسائل التكنولوجية اللي خلت العلماء مش مبسوطين من تحولات الطاقة لانقرضت بعض الحيوانات مثل الديناصور لاختلاف ظروف البيئة الطبيعية وعدم قدرته على التكيف يبقى الإجابة يا أولاد لعدم قدرتهم أو قدرته اللي هي الديناصورات على مين التكيف مع ظروف البيئة الطبيعية ومع التغيرات البيئية الطبيعية هذه الإجابة باختصار تمام تمام يلا نروح للسؤال الرابع علل لابنستخدم الكسافة في ضبط حالات الغش اش معنى لأن الكسافة صفة مميزة للمادة يا جماعة ودايما السؤال دي يجي الكسافة صفة مميزة لمين للمادة طب ازاي بنكشف بها حاجات الغش لأن قيمة الكسافة وتغير قيمتها يدل على عدم نقاء المادة يبقى الإجابة لأن تغير الكسافة وتغير رقمها يدل على عدم يدل على عدم نقاء المادة جميل خلصنا من سؤال علل ونجي المسألة تانية مكعب من الخشب طول ضلع اثنين سنطي شكرا والكتلة ستة جرام شكرا يبقى الكتلة موجودة وعم عايز الكسافة أقول له لا يا حبيبي دي مسألة غير مباشرة يقول لي ليه أقول له ما أنا عشان أجيب لك الكسافة لازم الكتلة والحجم قال لي ما ندت لك الكتلة قلت له ما دتنش الحجم قال لي ما ندت لك طول الضلع ما تتصرف قلت له حاضر حالا يبقى هنجيب الحجم حجم المكعب من سنة ستة في الحساب قانونه ايه يا أولاد طول الضلع في نفسه في نفسه أو اتنين في اتنين بتمانية سنتيمتر مكعب أخيرا بقى معنا حجم ومعنا كتلة كده يا فارس تقدر تجيب مين الكسافة قانون الكسافة مين يا منا الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم الكتلة ستة والحجم ثمانية اختصرها تطلع تلات تربع والتلات تربع خمسة وسبعين من مية والكسافة تمييزها كوكتيل من الكتلة جرام من الحجم سنتيمتر مكعب جرام لكل سنتيمتر مكعب مسألة جميلة وسهلة السؤال اللي بعده اختر الإجابة الصحيحة اختر الإجابة الصحيحة تمام تمام يتميز العنكبوت بوجود كم أرجل مفصلية سمع ولد بيقول أربع أزواج من الأرجل المفصلية أقول له بس هنا عايزها رجل آه يعني نضرب أربعة في اتنين يبقى الإجابة تمام أرجل خلي بالك يا زوج ولا مفرد السؤال اللي بعده من العناصر النشطة الحديد ولا الإن إيه ولا الإن إيه طبعا الإجابة الإن إيه رمز السوديوم حداشر اتنين تمانية واحد سؤال اللي بعده الخلايا الشمسية بتحول من طاقة شمسية إلى طاقة إيه برافو عليك اللي قال إلى طاقة ها كهربية إيش معنى افتقر الآلة الحسبة الصغيرة اللي بتيجي مع الأجندات هدية تاخد الطاقة الشمسية أو الضوئية تولد كهربة تشغل الآلة يبقى إلى طاقة كهربية دي غير السخان الشمسي كان يبقى طاقة حرارية خلي بالك تنتقل الحرارة في الأجسام الصلبة المعلقة لما بتحطها في الشاي بتوصى للحرارة يبقى طريقة التوصيل عدد الأصابع الأمامية في النسر النسر عنده كم صابع أمامي تلت أصابع أمامية خلصنا من سؤال اختر ونجي لسؤال ماذا يحدث نمر واحد إيه اللي يحصل لو زادت سرعة الجسم للضعف بالنسبة لطاقة الحرقة أقول له العلاقة بين السرعة وطاقة الحرقة علاقة ترضية مش دي زادت للضعف أيوة يبقى دي كمان تزيد للضعف المفروض بس عشان السرعة تربيع يبقى تزداد لأربع أمثالها تقرار مرتين يبقى تزداد طاقة الحرقة لمقدار قد إيه يا أولاد أربعة أمثالها خلي بالك من النقطة دي اللي بعده اللي يحصل لو فقد الإلكترون كما من الطاقة طالما فقد يعني يرجع لورا يرجع للفقر مرة تانية يرجع لبيت الصغير الزغنان الأديم يبقى يعود الإلكترون إلى مين يشاد إلى مستواه الأصلي لأنه فقد لكن لو اكتسب يتقدم ويترأى خطوة ويتقدم لمستوى الطاقة الأعلى لكنك منه فقد يعود الإلكترون إلى مين إلى مستواه الأصلي إلى مستواه الأديم كده خلصنا حل محافظة الديزة وأسئلة جميلة وبكده يا أولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي اشتركوا في القناة